السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وموقع اسمه buildingsforpeople.org بيكلم ان احنا لازم نصمم البني للانسان اكثر فهو عامل حاجة اسمها atlas for comfort وهو هتطلق ادوات للمحاكية عشان نصمم البيوت لتكون صديقة للبيئة وده الاطلس للكونفورت وهنا كل حاجة بيبدأ يديك معلومات عنها زي الاكوستيك مثلا حاجات الصوتيات زي ما تشاف فيه حاجات كتيرة sound of silence بيبدأ يتكلمك عنها الحاجات اللي احنا لازم نتم بيها في تصميمات المباني الdaylight الجودة الهوى وهكزا فموقع في شوية معلومات كويسة جدا دي حاجات خاصة بالdaylight حاجات خاصة بالاكوستيك بالair quality طيب بعد كده هو ما تديك بعض الادوات للمحاكاة بحيث ان انت بتتأكد ان الحاجة ما منه بتاعك هيكون صديق للبيئة طبعا هو حتى الان صاحب الموقع ده بيفكر خليه open source لكن يكون فيه تمويل من جامعات وحكا ازا كده فانا بقول له اعمل الاناليسيس للموضل الموجود طبعا اي ملف تقدر تحواله اي اف سي وترفعه على الموقع فهو بيقول لك درجة الحرارة الخارجية exterior temperature قد ايه لو ازا غيرنا فيها هتلاقي كل درجة الحرارة الداخلية اتغيرت ندر نغير في الاعدادات تمام الهيتر تمام ممكن تعمله on او off زي ما انت عايز وساعتها كل temperature وكل الكتشين والستوريش وكل الاماكن بتتغير وهو بيديك دراسة قد بتعمل online بدون متابلز الاي جود او او اتصال طبيحة خالص ده الرسورس لو انت عايز تتطلع اكتر وطبعا الفيديو بتاع تديكس ده مهمة جدا دي المدونة تقدر تشوف التطور بتاع الموقع وليه هو عمل الموقع ومعلمات عن الموقع ولو انت عايز تتواصل معي تقدر تواصل معي على صفحيته وعلى لينك دين انا لقيته على لينك دين دخلت على الموقع عجبني هوات تقدر تشوف المشروع بتاع هو بيقول يعني هل هو يكون حل كويس ولا لا? طبعا هو حل كويس لكن لازم يكون فيه زي تمويل او دعم من بعض الجامعات عشان يبقى فيه تطور بيحصل كل شوية في مبنى الصديق للبيئة